تتوالى ردود الفعل الدولية على جرائم الإبادة واسعة النطاق التي تنفذها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة وهذه المرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان صوت على مشروع قرار بأغلبية 28 صوتاً يطالب كل الدول بوقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل فيما صوتا ضد القرار ستة من أعضاء المجلس من بينهم الولايات المتحدة وألمانيا بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت من بينها فرنسا والهند واليابان قرار مجلس حقوق الإنسان أدان أيضاً استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع عن نطاق في مناطق مأهولة واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية المجلس الأممي وجه انتقادات شديدة لإسرائيل على خلفية تورطها في جرائم الإبادة الجماعية والتي لم تتوقف خلال حربها على غزة ويعد هذا الموقف هو الأول لمجلس حقوق الإنسان تجاه حرب الإبادة في غزة منذ السابع من أكتوبر كذلك طالب القرار إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967 وإيقاف كل أشكال العقاب الجماعي المفروضة على قطاع غزة من جهتها وصفت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة التصويت بأنه لصالح حماس وتشريع للإرهاب حسب وصفها زاعمة أن القرار يأتي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها